موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها موسيقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في تل أبيب للقاء بنت ورئيس الموساد إيران أبرز الملفات على الطاولة هل تأتي الزيارة للتماهي مع الأجندة الإسرائيلية التصعيدية أم لضبط تل أبيب على إقاع سياسة بايدن بين التوتير وحرب السفن الخفية في البحار ومؤتمر بغداد الإقليمي المرتقب أي مسارات تسلبها المنطقة موسيقى أرحبا بكم وهي في ذروة التأجيج والدفع نحو التصعيد تل أبيب محطة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنس للمرة الأولى منذ توليه منصبح بين مكتبي رئيس الحكومة نفتالي بينت ومدير الموساد تنقل مدير السي آي اي فماذا يحمل من ملفات؟ وهل أراد أن يسمع أم ينصد؟ في العلن يتحدثون إسرائيليا كثيرا عن إيران وخصوصا في عهد إبراهيم رئيسي وعن بواعث القلق المرتفعة من جبهات محور المقاومة وردود أطرافه فماذا ترح خلف الأبواب المغلقة؟ وعند أي نقطة تتقاطع مصالح الجانبين أو تتضارب؟ وما هو سقف الغطاء الأمريكي لأي اعتداءات إسرائيلية؟ هل تسعى واصنط لتحديد هوام شالي تل أبيب لعدم طورتها في مغامرات لا تتوافق مع استدارتها نحو صاحات بعيدة عن الإقليم؟ زيارة بنزل تل أبيب تتزامن مع تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في بحر عمان وما رفقه من مواقف ضد إيران لم تتخطى التهديد أفضل مساعي بغداد لعقد مؤتمر إقليمي بالتعاون مع فرنسا فأي ترتيبات تعد للمنطقة وأي مسارات تتقدم فيها؟ التهديئة أم التفجير؟ إذن هذه عنوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا معنا من واصنط مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية السيد مارك كيميت ومعنا هنا في الستوديو أستاذ العلوم السياسية والقانوة الدولية الدكتور علي فضل الله ومن أمه الفحم في أرضنا المحتلة عام 48 ينضم إلينا القيادي في حركة أبناء البلد سيد رجا أغباريا مرحبا بضيوفنا شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بهذا التقرير تصدر الملف الإيراني جدول الأعمال الإسرائيلي فيما كانت لافتة محاولة ربط المسؤولين الإسرائيليين تهديداتهم بين لبنان وإيران منال إسماعيل الملف الإيراني بجوانبه المختلفة حضر بقوة في المشهد الإسرائيلي تصريحا وتهديدا ولقاءات وتحليلات البارز كان زيارة رئيس الـ CIA وليام بيرنز لإسرائيل ومناقشته الملف الإيراني مع مسؤولين إسرائيليين ولسيما مع رئيس المساد دافيد بارنيع الذي سلمه ما سمه محللون ملف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موضوع العودة إلى المفاوضات النووية مع إيران كان حاضرا في جدول أعمال اللقاء بين رئيسي الـ CIA والموساد في الموساد عرضوا على بيرنز ملف الرئيس الإيراني الجديد الذي جمع هنا خلال الفترة الأخيرة وهو يتضمن معلومات استخبارية وشهادات بشأن شخصية رئيسي زيارة رئيس الـ CIA لإسرائيل أتت على وقع الإعلان عن انتهاء مناورة أمريكية إسرائيلية مشتركة للتدرب على حماية مدارج المطارات العسكرية وإصلاحها بأقصى سرعة بعد تعرضها لقصف ثقيل وعلى وقع رفع نبرة التهديد الإسرائيلية التي كان لافتا فيها الربط بين إيران وحزب الله وقطاع غزة أيضا لن نسمح بعبور المأساة اللبنانية إلى داخل حدودنا نحن ندرك جيدا محاولات حزب الله المدفوع إيرانيا لاستغلال الوضع على حساب أمن ومعيشة المواطنين اللبنانيين أنفسهم رأينا مرة أخرى أنشطة إيران ووكلائها على الحدود الشمالية إذا كان هناك من يعتقد في لبنان أنه يستطيع تهديدنا فإنه يرتكب خطأا فادحا خبراء استراتيجيون توقفوا عند ربط المسؤولين الإسرائيليين بين إيران وحزب الله وأجروا بدورهم قراءات لتراكم الأحداث الذي يفرض على إسرائيل وفقا لهم إجراء فحص للطريقة التي تنظر فيها إلى أعدائها وضرورة سد الفجوة بين تقديرها لأنشطتهم وردود أفعالهم وبينما يجري على أرض الواقع وفي موازات ذلك دعا مراقبون إلى ضرورة استغلال إسرائيل ما يجري في لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وربطه في الوعي الدولي بدائرة التهديد من جانب إيران بحيث تخلق إسرائيل جوا مريحا لها للعمل في لبنان وإيران على حد سواء أهلا من جديد بضيوفنا سأبدأ من واسنتر وإياك سيد مارك كيمت بالسؤال ويليام بيرنز بتل أبيب يلتقي رئيس الحكومة وزير الأمن وأيضا الرئيس الموساد الإسرائيلي إذا ما وضعنا هذه الزيارة في السياق الإقليمي والدولي ما الذي يحمله بيرنز خصوصا عندما تكون إيران تتصدر طاولة المفاوضات أو المباحثات أعتقد في هذه المرحلة الرسالة الأساسية التي حملها بيرنز إلى إسرائيل هو دعونا نستمر في محاولة إكمال المفاوضات لنرى إذا كان بإمكاننا أن نجعل البلدين بالاتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي وقد تكون هذه نظرة التي أراد الإسرائيليون أن تحدثوا عنها مع بيرنز الذي يملك خبرة وليس فقط كمدير للوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بل أيضا على خبير أساسي في وزارة الخارجية حول المنطقة بالتالي هو الشخص المثال يتحدث نيابة عن الولايات المتحدة لأنه يعرف الملف الإيراني من وجهة نظر الاستخباراتية وأيضا من وجهة نظر السياسة بالتالي هذه النقاشات كانت استعدادا للتحضير لزيارة وزير رئيس الوزراء بنت في واشنطن ستكون فرصة لكلا الطرفين ليكون لديهم وجهة نظر موحدة حول ما يجري فيما يتعلق بملف الإيراني وسأبقى معك سيد كيمت لأنه عندما تحدث عن شخصية بيرنز هي شخصية أيضا مثيرة للجدل بالنسبة للإسرائيليين لأنه كما أشرت الرجل كان ضمن القناة الخلفية للمحادثات مع إيران عندما ذهبت دون علم إسرائيل كما قدم لسلطنة عمان وكان النقاش الذي توجه بالاتفاق النووي عام 2015 في عهد باراك أوباما هذه جانب من شخصيته وأيضا هو رئيس الستخبارات الأمريكية فيما تقدمت بطرحي من معطيات هذه الشخصية بهذه الخلفية الملف النووي هل تبدو المهمة ممكنة صعبة مستحيلة مع حكومة أيضا بينيت؟ لقد ذكرت شخصية وليام بيرنز الكتاب الذي كتبه كانت طبعا القناوات الخلفية واستخدم القناوات الخلفية لسنوات ليقوم بتعزيز الدبلوماسية وليس فقط بشكل علني وليس دائما مع الأشخاص المعنيين لا أعرف موقع المولد المتحدة إذا كانت تعتبر المولد المتحدة أن إيران هي تهديد قريب الأمد طبعا إسرائيل تملك وشطة المختلفة تعتبر إيران على أنه خطر دائم ووجودي وحاني وبالتالي من الواضح أن المولد المتحدة تحاول انتفاوض مع إيران لترى أن إذا كانت المولد المتحدة سوف تنجح وهذا لا يصر الإسرائيليين وبالتالي هذه فرصة لويليام بيرز أن يرسل هذه الرسالة إلى الإسرائيليين خاصة قبل زيارة رئيس الوزراء بنت إلى رئيس بايدن من هذه النقطة أنتقل إليك سيد رجاء أغبارية إذا تحدثنا عن مكانية الاجتماع نحن نتحدث عن مقر قيادة الجيش وأيضا نتحدث عن قيادة الأجهزة الأمنية طبيعة أيضا مهمات المشاركين كالرئيس الحكومة نتحدث هنا أو بالنسبة لرئيس المجلس الأمن القومي والموساد والسكريتير العسكري أيضا لرئيس الحكومة ومستشارته السياسية هل تحمل أي مواشرات عن طبيعة ما جرى في هذه اللقاءات مع شخص ويليام بيرز وملف إيران بما يريده الإسرائيليون انطلاقا مما قدمه أيضا سيد كيميت في واشنطن أعتقد الجواب نعم لأن هذه الشخصيات التي اجتمعت هي أعلى مستوى أمني ممكن يكون يلتقي مع رئيس سي آي اي وهو مبعوث لرئيس الولايات المتحدة وبالتالي تحدث به ضيفك قبل قليل لأنه هو مطلع وأراد التحضير لزيارة فينت فهم يعرفون أن هنا يوجد حكومة جديدة لها طريقة جديدة ربما لا تختلف من حيث الموقع بالنسبة للإتفاقية النووي الإيراني إن حكومة نتنياهو إلا أن طريقتهم تختلف وهم يسعون لعدم التصادم مع النظام الجديد أيضا في الولايات المتحدة وحتى أن نتنياهو انتقدهم على ذلك واتهمهم بأنهم يشكلون سياستهم خطرا على أمن إسرائيل مع ذلك من حيث الموقف هم بنفس الموقف لكن الحكومة الحالية بينت وغانت وكل الحكومة الإسرائيلية مصرون على انتهاج طريق جديد لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة وهم يسعون إلى الانسجام أيضا بما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إيران بعتقد أن هذا الفورم الذي اجتمع من طرف الحكومة الصهيونية هو الأكبر هيئة ممكن أن تبلور سياسة متفق عليها بين الحكومة الإسرائيلية وبين الحكومة الأمريكية عديد من النقاط يجب أن نقف عندها انطلاقة من هذه الحكومة خصوصا قبل وصول بيرنز كان في تصريحات لغانتس وزير الأمن الإسرائيلي وتحدث عن أحقية إسرائيل بما معناه بالدفاع عن نفسها باتجاه إيران وما إلى ذلك وخصوصا ربط الجبهات يعني موضوع لبنان في توقيت ما يعيشه لبنان سأعود إلى هذه النقطة وإياك سيد أغباريا لكن اسمح لنا أيضا أن نستمزج رأي دكتور علي فضل الله الزيارة تأتي في توقيت حساس دكتور مما لا شك فيه ليس فقط على توقيت محادثات فييننا وإنما أيضا في توقيت المنطقة في توتير حقيقي بين إسرائيل وإيران حرب الخفية أو حرب السفن وما إلى ذلك ما عسى يكون نقطة الالتقاء هنا أو ما قد يحمله بيرنز إلى أي حد هو جاء ليسمع أم ليقنع أم لينقل رؤية لإدارة بايدن لها علاقة بمصالح العليا الوات المتحدة الأمريكية أولا ما يجب النظر إليه هو اختيار الاسم نفس وليام بيرنز بالتحديد هو ممثل المجتمع الاستخباري الأمريكي نحن شفنا لقاءة سابقة موجودة مع الجيش مع وزير الخارجية وشفنا كمان أكثر من لقاء أمريكي إسرائيلي إرسال مدير CIA بالتحديد في هذا الظرف بالتحديد له معنى معين هذا الشخص يعني مثل ما قلت يمثل المجتمع الاستخباري أو المجتمع الأمني يعني عادة وجود هذا النوع من الشخصيات ونوعية اللقاءات ونوعية الملفات المطروحة يوحي عادة بوجود خطوات معينة أو محاولات تغيير معينة في مكان ما ولكن أيضا ما نلاحظه أنا يعني إذا بدي عبر بقول حالة من الجنون الإسرائيلي لمحاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا وضح عبارتي ملفات المطروحة هي ثلاث أو أربع ملفات أو خليني ثلاث ملفات ونص مطروحة ما بين الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي بين هلالين لقلت جنون إسرائيلي لأن أحد الملفات هو الرئاسة الإيرانية الجديدة والتسريبات الصحفية التي نقلت ما جرى نقلت أن رئيس الموساد أبلغ نظيره الأمريكي مدير سائي آي وأ قدم له ملف كامل عن الرئيس الإيراني الجديد يعني بل تتبع بالصحافي أو الإستخصائي ما جرى أنه حتى وصفوا الرئيس الإيراني بعبارات غير لائقة يعني تهموا بنوع من التشوّش العقدي أو كذا وطبعاً هذا غير صحيح لأنه نحنا متابعين حثتين الوضع في إيران وبالتحديد ليس دفاعاً إما أنما الرئيس الحالي يعني بعد تجربة قضاء عمره حوالي أربعة عقود هو أعطى منهج معين واضح المعالم طوال هذه الفترة الملفات الأخرى أيضا هي الملف كما ذكرت حرب السفن ما يجري ليس قليلا أنا ألاحظ على الإعلام العربي ما في نوع من تسليط ضوء كافي على ما يجري نتحدث عن عدد ليس قليلا وعند خريطة كاملة لنقاط الاستهداف يعني إن كانت في الشرق البحر المتوسط أو في البحر الأحمر أو في خليج عمان وبحر العرب نتحدث عن أكثر من حالة تكررت في هذا الموضوع رد ورد ورد وكلها يعني بغطاء معين فيما يشير إلى حرب يبدو حتى الآن أن الإيران اليد العليا فيها ومحاولة إسرائيلية لطورية الأمريكي في الدفاع عن ذلك وهو ما شاهدناه مؤخرا لما بيطلع أنتوني بلينكين وزير الخارجي الأمريكي ويناشد مجلس الأمن والبريطاني يصعد بهذه الطريقة بل أن البريطاني يسرب أنه أرسل قوات خاصة بريطانية إلى اليمن لضرب المجموعات التي أطلقت لدرونز التي أضربت آخر سفينة إلى آخره فيما قدم بأنه يعني قدم بأنه قدم الأمر على أنه طائرات سيئران ثم ثارت تراجع عن هذه الرواية وكأن كافي نية للتصعيد في مكان ما ثم عملية ساحة التصعيد بعد التهديد الإيراني الذي جرى طبعا هذا يحتاج إلى نقاش إسرائيلي أمريكي على مستوى عالي من هذا النوع أيضا من ضمن الأمور التي يمكن الكلام عنها هو الاتفاق النووي مع إيران لأنه اليوم الكل كان ينتظر إن كان داخل إيران أو في الخارج وصول إدارة إيرانية جديدة الرئيس الإيراني اليوم استلم الحكم وتقريبا شفنا تشكيلة الوزارية الاستمزاجية الأولى حتى يتم تثبيتها وبالتالي أصبح بالمعنى الشكلي يمكن أن يتم الاتفاق وإذن لابد من لقاء أمريكي أو لقاءات أمريكية إسرائيلية والإسرائيلي بهذه الحالة وحلفاء أمريكا في غرب آسيا سيطالبون بثمن معين تعويدي عن هذا الاتفاق أظن أن هذا يناقش ألف الرابع الذي نقل أيضا أنه هو محل نقاش هو موضوع الجبهة الشمالية لإسرائيل وبالتحديد مع المقاومة اللبنانية يعني شهدنا توترا إسرائيليا كبيرا صار في رد ثم رد مقابل وانتهى الأمر بهذا الشكل قرأنا في الصحبة الإسرائيلية بشكل كبير وفي المصادر الإسرائيلية نوع من اعتبار أن الجولة انتهت لصالح لبنان وبل أنه قيل إسرائيليا أن ما جرى في لبنان هو ليس ردا للمقاومة اللبنانية بل هو رد لتحالف قائم كامل يعني ورد إيراني جرى في هذا الموضوع فيما في الخلاصة يمكن القول أن إسرائيل قلق في هذه المرحلة مجموعة واسعة من المتغيرات عدا عن أنه الداخل الإسرائيلي وأنا أظن أنه هذا موجود ولكن ما تم الحديث عنه في الصحافة وضع الداخل الإسرائيلي ليس على ما يرام على الإطلاق حجم الافتراق هو كبير للغاية والأمريكي في هذه الحالات وهناك قراءة وما تريد أن تقوله الدكتور بأن الحيثيات والظروف وواقع إسرائيل مختلف بشكل أو بآخر عن الواقع المتحدة الأمريكية في مقاربة الوضع في الأقليم لا سيما أيضا على مستوى ربما الجبهات واشتعالها وما إلى ذلك سأحيل هذه النقطة بكل أحوال لضيفنا في واشطن لكن قبل ذلك أيضا سنعرض لهذا التقرير لأنه في صب حيث وصلنا بالنقاش لقاءة لرئيس السي آي اي وليان بيرنز بعدد من المسؤولين الإسرائيليين في فلسطين المحتلة في وقت تستعجل تل أبيب ضرب الأمريكيين لإيران وحزب الله أترى نفسها في مأزق كلما تأخر ذلك تنشغل إسرائيل بالأعداد لحرب ضد إيران والمقاومة في لبنان وبالدرجة نفسها التي تقلق فيها من نتيجة خطوة كهذه وما قد تجره عليها وعلى وجودها إذا لم تؤمن الغطاء الدولي المطلوب إسرائيل تستعجل ضرب الأمريكيين لإيران وحزب الله وترى نفسها في مأزق كلما تأخر ذلك البروفيسور المتطرف أفرايم عنبر رئيس ماركازور شليم للإستراتيجيا والأمن يقدم قراءة أساسها استغلال ما يسميه العدوانية الإيرانية وانزلاق لبنان إلى الفوضى ترجمة هذا التفكير ستسبب زلزالا قد يغير وجه المنطقة لمصلحة محور المقاومة بحسب ما أوضح غير مرة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا الجو المشحون الذي يعني أمريكا قبل غيرها كان في صلب لقاءات رئيس السي آي آي وليام بيرنز بعدد من المسؤولين الإسرائيليين باعتبار أن أي قرارات إسرائيلية بالحرب أو المعركة تتصل بمصالح واشنطن وتوجهاتها القائمة على تأجيل الهامشي للاهتمام بالجوهري وهو مواجهة المد الصيني الروسي المتصاعد قوى أخرى معنية بمصير الشرق الأوسط وحليفة للإسرائيليين كبريطانيا ليست في وارد التفجير فلندن أبلغت طهران بأنها لا تريد التصعيد بعد حادثة السفينة في بحر عمان وأن السفير البريطاني سيعود قريبا إلى إيران فهل يعني حضور بيرنز في تل أبيب أن واشنطن تريد الإمساك بخيوط الملفات الحساسة لا إسرائيل ولا غيرها من حلفائها السؤال جوهري هل إدارة بايدن التي تفاوض إيران للعودة إلى الانتفاق النووي جاهزة لتقبل مغامرة إسرائيلية تلحق الدرر بمصالحها الاستراتيجية وهي بالكاد قادرة على حماية إمبراطوريتها ومنع تآكلها يبقى ما تقدم في إطار التحليل الواقعي ربما لمخططي البيت الأبيض والبنتاجون من دون إغفال الطبيعة العدوانية للدولة العميقة في واشنطن واتصال جزء أساسي منها بمصالح إسرائيل وحاجاتها وبالتالي احتمال سياقها في مشروع انتحاري لقادة تل أبيب سيد كيمت كيف يمكن أن توازن بلات المتحدة الأمريكية بين ما تعتبره المصالح العليا قراءتها لستراتيجيتها بالمنطقة وما تضعه إسرائيل ما يخرج عن إسرائيل بأنها تريد أن تقدم رؤيتها بأن إيران تماطل بشكل أو بآخر لتكسب الوقت للوصول إلى طموحاتها في مشروعها النووي أكثر من ذلك هناك عمليا تحركات عسكرية أمنية في حرب خفية تقدم بين إيران وإسرائيل هذه لا يمكن أبدا المراهنة على ضبط إقاعها دون أن تذهب ربما للسيناريوات أوسع في المواجهة ما حدود المظلة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ضمن هذه التحركات الأمنية والعسكرية ربما ضد إيران في ظل ما تريده الواشنطن في المنطقة خصوصا في العلاقة أو الملف النووي الإيراني حسن المتحدة إذن هي حليفة وثيقة لإسرائيل وهذا ليس سرا منذ عواما كثيرة وهذه الإدارة لن تغير هذه السياسية المتحدة هذه العلاقة المميزة مع إسرائيل هذا واضح ومبسيط وهذا ما نعرفه ونفهمه ولن تغير شيء مع الرئيس بايدن ما يقدمه بايدن ما تقدمه الولايات المتحدة إسرائيل طبعا هي قدرات دفاعية لضمان إذا ما تم إطلاق صواريخ من طهران أو من جنوب لبنان أنها لن تؤدي إلى أضرار كبيرة في إسرائيل الولايات المتحدة لا تتطلع إلى حرب الفرصة الأفضل التي تملكها إيران في منع إسرائيل من اتخاذ هكذا أنشطة متهورة هي العمل مع الممتحدة لكي لا يكون هناك أي سبب الإسرائيليين لكي يكونوا قلقين حول أنشطة إيران التي تقول دائما أن إسرائيل يجب أن تمحى نحن نقول هذا منذ خمسين عاماً منذ خمس سبعين عاماً حتى منذ تأسيس دولة إسرائيل لم يتغير شيء إسرائيل تريد أن تعيش بسلام هذا ما يتقوله إيران لا تريد تطوير أسلحة نوية تقوله إيران والمتحدة فقط ترغب أن تأكد أن لا إسرائيل ولا إيران إذن إذن يتصرعاً أن تبقى إسرائيل جارة جيدة ولا تقوم إيران بتطوير إذن أسلحة نوية إذن نحن نريد أن نتأكد أنه لن يكون هناك أي مواجهة وكما قال الجميع هذه المواجهة سوف يكون لديها تابعة واسعة النطاق في المنطقة ولن تكون محدودة ضمن حرب فقط بين إيران وإسرائيل بل سوف تنتشر في كل أنحاء المنطقة وسوف يكون لديها نتائج كارثية سيد كمت أنت لديك خبرة في المجال العسكري وأيضاً السياسي والدبلوماسي وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بذلك في النتيجة التي كنت تريد أن توصلها في ظل هذا التوتير في المنطقة وحرب الخفية إن صح التعبير في حين هناك أيضاً من نقل وسائل الإعلام الأمريكية عندما كانك خافي في الولايات المتحدة الأمريكية بأن واشنطن أصرت الحصول على تطمينات بعدم أن تذهب إسرائيل بخطوات عسكرية غير محسوبة بشكل أو بآخر تدفع ربما إلى مواجهة لا يرغب بها أي من الأطراف ربما عدى إسرائيل أو بعض من يتحالف معها في الأقليل كيف تستطيع أن تصل لضمانة بهذا الشكل كما كنت أريد أن تشرح سيد كيمين أول شيء هو أن تصدق دائماً التقارير الإعلامية فبعضها غير دقيق مثل بعض المعلومات الذكرت في هذا البرنامج البيت المتحدة في الكثير من الأمور أو من المواقع طبعاً هي الصديق وأخ لإسرائيل وتحاول أن تمنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات غير حكيمة تجاه إيران إذا لم تكن البيت المتحدة حليفة وثيقة لإسرائيل إسرائيل كانت قامت باستعدادات دفاعية وقامت باتخاذ أيضاً عمليات دفاعية تمنع إيران من الحصول على أسلحة نموية إسرائيل لا تحتاج إلى اتخاذ هذه الخطوات الخطوات إذن الخطيرة والبيت المتحدة تشجعها على عدم اتخاذ هذه الخطوات وكما ذكرت أيضاً أفضل ما تقوم به إيران هو أن تستمر في المفاوضات وأن المفاوضات التي تغطي فقط الاتفاق النووي بل التهديد الصاروخي في المنطقة والأنشطة التي تقوم بها أيضاً إيران في المنطقة إذا استطعنا فصل هاتين الدولتين والسيطرة على نشاط الدولتين هذا سوف يكون أساس الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ما رأيك بذلك سيد أغباري وهل هذه المعادلة واردة لدى حكومة بينة الحالية بالنظر للحديث دائماً عن عملية الحق في استخدام ما تم توصيفه ويستخدمه أيضاً سيد كيمة بالدفاع النفس مصطلحات تختلف الآن فيما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عن رؤية إسرائيل وكيف تتحرك في المنطقة والمواجهة مع محور المقاومة لكن هذه المعادلة هل هي مرضية أو قابلة للضبط والنقطة الثانية التي هي عملية الربط بأن ما يجري في لبنان لسيما ما قامت به المقاومة بتثبيت معادلة الردع التي تم إرسائها من عام 2006 محاولة ربطها مع ما وصفه بعدوانية إيران وبالتالي أن تكون محطة للتحرك ضمن هذه الرؤية الإسرائيلية أنا قلت عنك في برنامج مشابه أنا أعتقد أنه إسرائيل لن تكون بأي عمل بدون إذن وموافقة ومشاركة الولايات الالتحدة الأمريكية إسرائيل لم تستطع في فترة إترام الذي انسحب من الاتفاق النووي مع إيران وكان يصرح تصريحات عالية جدا وتهديدية وأنه على قابق أو أدنى من ضرب إيران وهو وإسرائيل ولم يفعل ذلك وبايدن الذي جاء على نقيد سياسة دي ترامب كل رصيد بايدن هو العودة للاتفاق النووي ولكن ما يطرح الآن وفي السابق أيضا أن العودة مشروطة باتفاق آخر مع إيران مرتبط بالاتفاق النووي وهو بقضية الصواريخ وتأثير إيران في المنطقة بما في ذلك لبنان التي سألت عنها أنا أعتقد أن بنت والحكومة الحالية لن يفعلوا أي شيء بدون موافقة ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وعملهم في الخليج هذا يجب أن يكون واضح أنا باعتقادي أنه إيران تدرك هذه الحقيقة مئة بالمئة ولذلك هي متمسكة بموقفها الذي يفصل بين حقها في صناعة الصواريخ دفاعا عن النفس وبين عودتها إلى الاتفاق النووي المشروط بتطبيق كل شروط الاتفاق النووي الأولى هذه الصراع هو على تثبيت أي معادلة هل تثبيت المعادلة الإيرانية وهي صحيحة وبحق وسبكة وأن وقعت الولايات المتحدة عليها أم تثبيت معادلة جديدة تسعى إسرائيل من خلال نظام بايدن أن تحقق ولو إنجاز قليل كي تكون للسياسة الداخلية كي تكون لنتنياو والمعارضة الآن التي تحاول إفشال بحكومة الحالية بكل ثمن بكل طريقة وبالذات القضية الإيرانية أن يقول لهم أن لقد حققنا إنجاز مع إيران ونحن ضمننا أمن إسرائيل والولايات المتحدة تضمن أمن إسرائيل وهذه إيران تنكفئ ولو قليلا بالمنطقة ولو شكليا حتى في المنطقة بما في ذلك في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين أيضا لأن المقاومة الفلسطينية مرتبطة بمحور المقاومة وقد ثبت هذا بالقطع الآن ما يتعلق بلبنان إسرائيل أولا وأيضا بالنسبة ل رئيسي إبراهيم رئيسي أي رئيس كان سينتخب في لبنان كان سيدعون به نفس التهم والصفات ويعملوا غير منضبط بس الغرب عندهم رجاحة عقل إحنا عندنا الشرق لا يعتبرون أن عندنا عقل أصلا وبالتالي هم يحددون لنا ماذا نصنع وماذا لا نصنع هم فقط الذين يكررون من يصنع النووي ومن لا يصنع النووي لأنه خايفين على هذه الشعوب غير العقلانية أن تستعمل النووي مع أنه أمريكا وحدها الوحيدة التي استعملت السنح في اليابان واليوم نحن في ذكره هيروشيمو ولذلك يجب أن المحور المقاومة يرسم سياسته التي تحقق مصالحه وتضحض وتحارب شرعية الغاب الإمبريالية الأمريكية وحتى قرارات مجلس سلامين شو هو مجلس سلامين هو نتيجة الحرب العالمية الثانية وهو نتيجة للأكوة قراراته للأكوة لماذا يجب أن يفرض علينا الغرب كيف ندافع عن أنفسنا ولذلك أنا أعتقد المعادلة الإيرانية يجب أن تثبت وأن تتقدم إيران في مسعيها النووية السلمية وهي تعلن ذلك وهي تحرم السلاح النووي أصلا دينيا وبالتالي لماذا يجب أن نحسب حساب كل تهديد أو كل توصيف لرئيس جديد كل رئيس هو لا ينسجم ولا يسير حسب الإملاءات الأمريكية هذا رئيس مشتور ويجب محاربته بكل الطرق وتشويه وشيطنته كما يفعلون الآن أو يحاولون أن يفعلوا مع الرئيس إبراهيم رئيسي ومع سيد حسن نصر الله ومع بشار الأسد والمقاومة الخلطينية ومن تريدون نريد أن نبحث ربما عن التأثير لهذه الزيارة على موضوع التوتير في المنطقة ولا أدري بالانتقال إلىك دكتور علي فضل الله يعني أكثر أكثر من ما تم تنقل في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فحوى ربما اللقاءات لوليام بيرنز مع كبار المسؤولين الإسرائيليين ما طرح في وسائل الإعلام الإسرائيلية كان في محاولة من التركيز الإسرائيلي على النقاش بشكل واسع حول إيران والملف النووي الإيراني بينما كان بيرنز يتحدث أكثر حول القضية الفلسطينية عن الفلسطينيين وإسرائيل وما إلى ذلك والنقطة الأساسية هو عدم التخلي عن الاتفاق النووي هذا كيف يمكن أن يقرأ هل نحن أمام خطاب تهدئة يمكن لهذه الزيارة ما بعدها أن يخفف فتيل التوتير في المنطقة الأفكار المطروحة كثيرة والوقت يكون قليل ولكن أود قبل ذلك الإشارة إلى أمر وقد تم الرد على بعض الأمور ولكن نحن نعيش في هذه المنطقة نحن الذين نتلقى الحروب نحن الذين تدمر بيوتنا شعوب هذه المنطقة دفعت أثمانا باهزة نتيجة عدوانية إسرائيلية دائمة يعني يجب الاعتراف بالقول أنه إسرائيل بين هلالين هي في حالة هجوم مستمر الشعوب المعنية بالدفاع عن نفسي هي شعوب هذه المنطقة هذا ليس تهجم أن هذه حقيقة نحن في ال2006 في لبنان باعتبار هذا البرنامج ينطلق من لبنان كان في تصريحات علنية كاملة من وزير الخارجي الأمريكي في ذلك الوقت كوندوليزا رايس وتم تعمل حتى لاحقا بالتحقيقات التي جرت في الداخل الإسرائيلي وأعلنت بشكل واضح وقيل أن قرار الحرب كان قرارا أمريكيا وفعلا إسرائيل باعتبار حليف بين هلالين أيضا كلمة حليف للولايات المتحدة الأمريكية هي لا تستطيع القيام بأي عمل واسع نطاق له أثر كبير على خصوم أعداء حلفاء أصدقاء أوليات المتحدة في المنطقة دون ضوء أخضر أمريكي وهذا معروف وفي حرب 2006 بالتحديد كان هناك ما يشبه الجسر الجو الأمريكي لدعم لهذا الحرب وأعلنت رايس في ذلك الوقت عن شرق الأوسط الجديد ليس صحيحا أن إسرائيل هي في حالة دفاعية وبالعكس للاتهام الذي يلقى أنه هي دولة نووية وهذا قيل وحصل شبه اعتراف من فترة بهذا الأمر فبالتالي موضوع المصطلحات كما ذكرت وموضوع توصيف ما يجري من وقعه هو أساسي في فهم النتائج وإلا بيكون التحليل كله في مكان آخر وبتأدي سياسات وخطط إلى الفشل لماذا كثير من السياسات فاشلة سبب قراءات خاطئة لما يجري على الأرض ولكن حتى ننظر إلى الموضوع بشكل معين وليام بيرنز شخصية معروفة لديها تاريخ طويل وهو والمجموعة في نحن مجموعة من بلانكين لسوليفن لويت شيرمن لكل هذه المجموعة كل الخطاب الذي كان قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لما ننسى جو بايدن وصف الانسحاب ترامب من الاتفاق النووي في إيران بأنه خطأ جسيم وبالتالي كان يفترض خلال الأشهر الماضية أن يكون في عودة أسرع للاتفاق الإيراني يشكو من جانبه أن الأمريكي يعني يحاول إدخال عناصر إضافية في هذا الاتفاق نحن ما ننسى كان عندنا ظروف معينة كورونا وضع معين وصولا إلى انتخابات رئاسية إيرانية يمكن القول أن الأمريكي تأخر كثيرا في تطبيق ما تعهد به في حاملات الانتخابية الفريق الموجود المؤيد للعودة للاتفاق النووي مع إيران كان يفترض في وقت سابق أن يصل لهذا الاتفاق هذا لم يجري حتى الآن يمكن القول أن زيارة بيرنز الأخيرة إلى إسرائيل بالمعنى الأمني هو تمهيد لاتفاق معين إذا كان هذا الاتفاق ممكنا فعلا وبتقدير كما قلت في المدخل الأولى أن هناك ثمن يريده الإسرائيلي مقابل موافقته على هذا الاتفاق نحن تحدث عن الأثمان سمح لي أحيال هذه النقطة لسيد كيمت ما هو الثمن الذي يمكن أن يكون مرديا إذا كانت النقطة التي راحها دكتور علي فضل الله أيضا تراها وأحيل أيضا إليك ما تم تنقل على وسائل الإعلام الإسرائيلية لسيما القناة الثالثة عشر بأنه تحدثت عن المسؤولين الإسرائيليين أرادوا التحدث مع رئيس السي آي اي عن إيران لكنه تحدث كثيرا عن الفلسطينيين وعن عدم التخلي عن محاولة العودة أو الاتفاق النووي هذا بماذا يشي أيضا لا يوجد رغبة أمريكية وأمريكا لا تريد التخلي عن الاتفاق النووي حسنا بداية لا يوجد أثمان إسرائيل دولة سيادية يمكنها أن تقوم بما تريد وستقوم بما تريد للحفاظ على أمنها الوطنية وعلى سلامتها الوطنية ودفاع الوطني الوثمتحدة دورها هو تقديم المشهور والمساعدة في هذه الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل وقد رأينا هذا خلال الأعوام الماضية نحن لا نملي أي شيء على إسرائيل أنا أعرف وليام بيرد جيدا لقد رأيته وهو يتحدث مع قادة تلعال مع القادة وهو لا يقول يجب أن تقوم بهذا هذا هو مطلبنا منكم بل هو يصغي يصغي إلى الأشخاص يصغي إلى نقاطهم ما يقولونه ويعترأي السياسة الأمريكية حول المواضيع وهذا كل شيء الأمر منوض الإسرائيليين ليحددوا إذا أرادوا القبول بهذه المشورة بهذه النصيحة أو إذا رفضوا القبول بهذه النصيحة والمشورة ليتوجد سياسة ستفرضها أمريكا على الإسرائيليين بالقيام بهذا وعلى القيام بهذا سوف نخبرهم بما هي النتائج وما هي الأكلاف إذا قاموا بأنشطة معينة في المنطقة بل أيضا العلاقات مع المملكة المتحدة ولكن لن نقوم كما قال أحد الضيوف أن نضع فيتو على أنشطة إسرائيلية وإسرائيليون لا يحتاجون إلى إذن أمريكا إذن ما هو الموضوع الأساسي هنا هو في البيت المتحدة ترغب بالعودة إلى اتفاق النووي وطيب أن نناقش نقاط أخرى ذات أهمية لإسرائيل والمتحدة لا توجد أي رسائل سرية لا توجد أصابع اتهام أو تقول أو قول يمكن أن تقوم بهذا هذه ليست طريقة عمل وليام بيرز وليست طريقة أيضا عمل إدارة الأمريكية بالرغم مما يفكر به بعض الأشخاص بكل أحوال سيد كيمت بالتأكيد لن يكون هناك حديث أمريكي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تملي على إسرائيل ما يجب أن تقوم به لكن الأكيد بأن في المنطقة هناك ملفات تقاطع بشكل أو بآخر قد تؤدي بحر تتورد بها الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هناك لغة ما يجب الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لن تقدم في الإعلام على أنها إملاء أو نوع من الاختلاف لكن في المضمون هناك حرص أمريكي عن لا تذهب الأمور إلى مواجهة كبرى هذا ما كنا نسأل عنه إن كان بيرنز ينقله أو ممكن أن يدفع شيء مقابل كما الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل كما طرحت دكتور فضل الله هذه نقطة ربما نعود إليها لكن ستوقف عفاصة لو سبحت سيد كيمت دكتور علي فضل الله سيد رجاء إغبارية ومشاهدين ومثمان واصل تفضلوا رجاء بالبقائم ألا بكم الجديد في المسائية من الميادين على الجيش الإسرائيلي الاستعداد للمبادرة لحرب في الشمال لإزالة تهديد الصواريخ للمنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية قبل معالجة الملف أنووي الإسرائيلي رئيس مركز أرشاليم للاستراتيجية والأمن المتطرف إفرايم عمبر رأى في مقال في صحيفة إسرائيل هايوم أن انزلاق لبنان إلى الفوضى وهجمات الصواريخ من أرضه هما الفرصة لتلك المبادرة لفت عمبر إلى ضرورة ربط لبنان وحزب الله جيدا في الوعيين الدولي والإسرائيلي بالعدوانية الإيرانية كما وصفها وإدفاء شرعية داخلية ودولية لخلق جو مريح للمبادرة في لبنان ورأى أن من وصفهم بالدول العربية المعتدلة تدرس التصرف الإسرائيلي وخصوصا في غياب أي عملية حاسمة وناجحة أو ناجعة حيث سيتردد حلفاء إسرائيل في المنطقة في الاعتماد عليها نتيجة الخشية من الانسحاب الأمريكي والخوف من إيران ما سيدفعهم إلى التقرب من طهران وفق تعبيره وخلص عنبر إلى أن الوقت الذي ستضطر فيه إسرائيل لاتخاذ قرار العمل وحدها يقترب فالطريق إلى نتانز وفوردو يمر عبر بيروت بحسب الكاتب هذه النقطة مباشرة نحيلها لضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم ومباشرة للسيد رجا إغبارية سيد إغبارية ما رأيك بهذه النقطة هل فعلا إسرائيل يمكن أن تذهب لمثل هكذا خيار مبادرة كما تم توصيفها في الشمال باتجاه لبنان وبأن الطريق إلى نتانز وفوردو تمر من بيروت أولا نسمحي لي أن أعلق على مقاله ضيفك من واشنطن بالنسبة لأن إسرائيل فقط تعطي نصائح لإسرائيل إسرائيل هي إحدى المركبات الأمنية لأمريكا وكل احتلالاتها وحروبها في العالم وفي المنطقة تحديدا إسرائيل تنفذ السياسة الأمريكية وهي طبعا في وسائل الإعلام تبدو أنها هي مستقلة وهي منسجمة تماما مع السياسة الأمريكية وتتقبل نصائحها ولكن في الحقيقة أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل أي شيء ولا أي حرب بدون إذن الولايات المتحدة الأمريكية لأنه إذا ما خسرت كما حصل في حرب الثلاث سبعين وتراجع الجيش الصهيوني في سيناء أمريكا نزلت دبابات في سيناء ومش بأرض السبعة وستين بحدود سبعة وستين في الأرض المحتلة في سيناء أمريكا دبابت تدخلت مباشرة لحماية إسرائيل وبالتالي ما تعلمناش عن دور أمريكا وإسرائيل مع بعض في المنطقة علما سيد أغباريا النقطة التي كنت تستيرها استدعت ابتسامة عريضة من سيد كمت فقط أشير لكها لما يجري إذا كنت لا ترى تفضل عارفين تماما شو أمريكا وشو إسرائيل هي الولايات الـ 51 هيك نحن نعتبرها على الأقل بإعلامية أنتم تعترفوه بلاش تعترفوه أنتم تحددوا للعالم شو يلبس شو يوكل شو كيف يحارب كيف يدفع عن نفسه يعني هذا هو الاستعمار الآن بالنسبة لسؤالك يعني الرد حزب الله على القصف بالطائرات الإسرائيلية للمرة الثانية أرادوا أن يقولوا لنتنياو نحن نفعل أكثر منك ضد حزب الله ضد الزاوة نحن نستطيع الرد ولا نكترس الضوابط التي كانت في السابق أو توازل الردع الذي كان متفاهما ضرنيا بين حزب الله وإسرائيل فقاموا بدرب الثاني يوم بالطيران تبعهم وكان الرد حزب الله ماذا حصل في إسرائيل إسرائيل تراجع ولم تجرؤ على الرد على حزب الله وأمريكا تدخلت من أجل تهدئة الوضع وقالوا لهم لهنا بكفي لو ذيلهم وتراجعوا وصاروا يعطوا مضررات أنه أمريكا يعني بدهاش أنه نصعد وكل هذا الكلام الإسرائيل لن تكون بحرب واسمعوني أنا قلتها عندكم أكثر من مرة إسرائيل غير معنية بحرب لا بالشمال ولا مع غزة ولا في أي مكان إسرائيل معنية على الحفاظ على استاتوس كفو بمعنى أنه إحنا تخوش علينا من لبنان تخوش علينا من غزة إحنا منطلقش النار عليكم تبعثوش بلونات تحرقو الناس الوزارع إحنا بدنا نحافظ على احتلالاتنا كما هي يعني في قسم من جنوب لونجنان بعد ومحتل فلسطين كلها محتلة الأراضي محتلة عام 67 هاي اللي العالم بيعترف بها كمان محتلة غزة محاصرة إس إقبلوا ما هو موجود وإحنا مش راحين نعتدي هذه السياسة الإسرائيلية وأنا بأعتقد أن محور المقاومة يفهم ذلك جيدا ولكن إحنا كفلسطينيين وكعرب ومحور المقاومة يجب أن يأخذ في حساباته كل الاحتمالات يعني ممكن كل رئيس حكومة عادة في إسرائيل بيعمل حرب ضد شي دولة عربية أو ضد الفلسطينيين أو ضد لبنان فممكن بنت من أجل تثبيت حكمه أن نحن ندفع ثمن الدم العربي أو اللبناني أو الفلسطيني يمكن أن يكتب على هذه الحماقة ولكن باعتقاد في ظل الوضع القائد وموازين الموزولة الحكومة هذه الإسرائيلية غير معنية بحرب بدت واضحة سيد أخبار سامحني حتى تنجح انتخابات بعد أربع سنوات ما رأيك بذلك دكتور علي فضل الله وفي نقطة أيضا فيما طرحنا في العرض السابق بأنه ما قدمه رئيس مركز أوراجيم للإستراتيجية والأمن بأنه في هذه الحسابات الإسرائيلية تم توصيف الدول العربية المعتدلة تدرس التصرف الإسرائيلي وفي غياب أي ربما غطاء أمريكي لمواجهة مع إيران ستكون أقرب أو تحاول التقرب من إيران هذا يحينا لنقطة أيضا مهمة موضوع المؤتمر المرتقب في بغداد والذي يمكن أن يكون محطة التقاء جديدة للحوار بين السعودية وإيران ودول الجوار وفي رعاية ربما تكون فرنسية والبعض يتحدث ربما عن حضور أمريكي لا ندري أو رئيس الإيراني هذه النقطة أيضا في عملية قراءة المنطقة كيف يمكن لحظها قد يبدو ما أقوله غير مألوف إلى حد ما ولكن نحتاج إلى أن نعيد الأمور إلى نصابها الأول نحن بالأساس كشعوب منطقة أظن الهدف الجميع هو الاستقرار هو السلام هو الهدو لا أحد أظن يعني يريد الحرب لا أحد يريد نزاعا مسلحا لا أحد يريد صراعا الكل يبحث عن رفاهية عن تطبيق قيم معينة في هذه المنطقة نحن جميعا نسعى إلى ذلك ولكن السؤال هو كيف يعني هل وجود بين هلالين إسرائيل في هذه المنطقة ساهم في أي وقت من الأوقات منذ سبعة عقود ونيف يعني منذ بعض الحرب العالمية الثانية حتى اليوم في استقرار المنطقة وما هو أصلا سبب وجودها ولماذا دعمها بهذا الشكل غير العادي طوال عقود طويلة جدا من الزمن بغض النظر عن أداء بعض الحكومات العربية الفاشلة على كل الصعود على كل حال ولا يمكن أن تعكس إرادة شعوب بالأساس لو وضع أي شخص غير عربي مكانه في هذه وهذا يجري ونحن نعرف هذا الموضوع وفي كثير من الجلسات وكثير من اللقاءات السؤال لو كان أي شخص يعني هو عربي لو أي شخص عربي أصبح عربيا وبحث أنه كيف يمكن للشعوب هذه المنطقة أن تعيش الرفاهية والأمن والاستقرار لو وجد أنه ستتضطر أن تدافع نفسها في بعض المواقف وستتضطر أنه بمكان معين أن تحاول أن تحقق حد أدنى من مصالحها الدعوة الحقيقية التي نواجهها إلى الدول الكبيرة في العالم أن تلحظ هذا الأمر وأن تعيد النظر حقيقة في مفهومها للأمن القومي في هذه المنطقة ومصالحها في هذه المنطقة ويجب أن نقول أن كل شعب أصيل في هذه المنطقة القيم التي تحمل هذه المنطقة ضاربة في التاريخ نتحدث عن منطقة خمسة ألاف ستة ألاف سبعة ألاف سنة من الحضارة في منطقة الشرق يعني التحالف يجب أن يكون فعليا فعليا مع الشعوب الأصيلة مع القيم الأصيلة في هذه المنطقة التي لن تتغير وكل الأمور التفاصيل الأخرى هي لن تقدم أو تؤخر هناك دعوة بالتحديد للولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر فعلا في مصلحتها أين في منطقة الشارق الأوسط هذه نقطة السيد كيمت وبطبيعة الحال تستطيع أن تعلق على ما تقدم به السيد أغباريا خصوصا لجهة أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر إسرائيل لا تستطيع أن تكون بأي خطوة دون العودة الولايات المتحدة الأمريكية لسيما الجانب العسكري شواهد كثيرة ضربة منها ونحن نعيش الآن ذكرى انتصار تموز حينما كانت إسرائيل تقوم بعمل عسكري حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر أن تقدم لها عوامل الانتصار ومن ثم تحولت إلى مبعوث لإيقاف تلك الحرب التي لم تستطيع أن تنجز ما يراد منها وماذا عن توقيت مؤتمر بغداد إن تم بالحيثية المقدمة سيد كيمت حسنا بداية نتفق مع الدكتور فضلال أن أهم النقطة في هذه المنطقة طبعا هو الكرامة والسلام أن تمكن الأشخاص من أن يقوموا بتربية أسرهم برفاهية معينة ولكن مرة أخرى لم أسمع كل ما قاله ضيفكم لأنه عندما تحدث عن نقاط بروفاكندا محور المقاومة بدأت أركز في مكان آخر إذا كنت تسأليني ما هي السياسة الأمريكية سيد كيمت أريد أن نقف عند هذه النقطة ما الذي تقصده بأنه عندما تحدث ركزت في أمر آخر إلى ماذا تشير هنا إلى أنك كنت غير معني بأن تسمع أم ماذا حسنا النقطة هي أن الاقتراح هو أن الريات المتحدة هي جزء من هذه المؤامرة الكبرى في أن تخضع المنطقة للهيمنة الإسرائيلية مرة أخرى أعتقد الوقائع سوف تظهر تظهر أمورا مختلفة واستنتاجا مختلفا ولكن بالعودة إلى نقطة هذا النقاش وهو اجتماعات بيرنز في إسرائيل الهدف كان واضحا مبسيطا هو ليس فقط استماعي إلى آراء الإدارة الجديدة في إسرائيل ونصحهم أن خطابهم المتطرف لا يساهم في الاستقرار في المنطقة وهذه الرسالة ذاتها سوف يقولها الرئيس بايدن إلى الرئيس وزير السدراء بنتان لدى سيراته واشنطن أنا أعرف الكثير من السياسيين في هذه الإدارة في إسرائيل خاصة جانس وهم يخفون أو قلقون من تدادة إيران ولكن إدارة إسرائيل السلامة في المنطقة لا يمكنها أن تحقي هذا السلام من خلال التهديد بشن الحروب وهذه الرسالة أيضا أوصلتها أمريكا وأعتقد أن إسرائيل سوف تسمع هذه النصيحة ولكن في نهاية المطاف سوف تتخذ قرارها حول كيفية حماية دولتها إذن سيد كمت استمعت لما قاله سيد أغبارية بطبيعة الحال لأنه كنت أريد أن أفهم فعلا إذا كنت غير معني أن تسمع الضيف الآخر طالما نحن في نقاش لأنه من الضروري أي نقطة تطرح من كل الضيوف هي محل احترام واستماع وقابل للنقاش طالما كل يطرح حجته التي يفترض أن تقنع العنوان الأساسي الذي هو المشاهد شكرا جزيلا لك سيد مارك كمت مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية الصابت ضيفنا من واشنطن جزيلا شكر لك دكتور علي فضل الله أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي ضيفنا هنا في الستوديو جزيلا شكر لك سيد رجاء أخباري القيادة في حركة أبناء البلد ضيفنا من أم الفحم في أرضنا المحتلة عام 48 من جديد شكرا لضيوفنا ولمشاهديننا المساء ينتهد دائما للمزيد الميادين دات نيت إلى اللقاء اشتركوا في القناة